رجلو أخير من هنا أخير من هنا كنسون لا أعرف يا ميه أخير من هنا أخير من هنا مرحبك كانت هناك لكم بلا 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 بكيتم وركي يقومون بإنستغرام في ستاري مع حذرت لكم حذرت لكم ستاري مهم كما قلت لكم وقنت لكم أوقن سجليكم دائما يوميتي أنا دابع معه الفوتوغراف الصغير مصور ديال الصغير وقنسج له تنسيقات مهم وهذه هي تنسيق الأخير اللي سوف نوريكم في هذا الفيديو وتقدر تكونوا شفيتوه قبل الفلوغ و قلت لي يلا نطعوا الى فوق قال لك عليها انتح الى فوق قلت لي باش نصور هذي اللبسة حقاش عجباتني قال لي يهو ما عجباته قلت لي لي هذي بيت ندير بها تصور زويني على حسب انستغرام حقاش هي اكثر وحدة عجباتني هنتم انتم ما بشفتوها اكيد لانكم البناتك تشوفوا اليوميات سوف نشارك معكم منتجات وكل شيء و هل سوف نصل الى فوق و نهضر معكم عندما قلت لكم ما نسجل سوف ننسيق و سافي اشتابنا ساعة تلعبا ولكن هذه اللبسة هو عرى انا نطلع نوريها لكم كتحمق البنات اللي عايشين نرعا فينا ولكن اللي ما عايشين هنا فنحر في نار و شو هذا المصور الصغير القبيح كي طائر كوراسو بابارار بابارار كوراسو بابارار قلبي يوقف ولكنتستطيع الى تبلغ فنحر لنأكد نروغ لننجي نروغ بابارارار لنأكد منقى سوف نحر في النور الصغير و نحر في مكان أنتظر الى ديور و تقول لننظر و لا أعرف أيضا مثل تحرير فما هل سوف نقول لكم اليوم الجديدة فقط يجمعت الضار نحر في الغضاء و نحر على كل شيء و تقريح و سوف نترجم هذه السائقات كذلك فقط انتع قزانة بزاف حقا الى هذا الفيديو قدرنا انضرب قطعها بزاف هندون مكن ما كيف كشوروه اذا ان نضرب قطعها بزاف نحن وانطلب قطعها لذا اخي ازيد لهذا عمد الناس سألسلكوا لكذا ايضا لكم في هذه الفيديو هذا الفيديو الذي سألسلك لكم انهم لا نقدر نضيب من اخر هى استى رحبت شايفور ما هذا ماذا ادركوا في الفيديو قلت لكم انهم لا نضيب من ارتفاعهم ابننا نضرب الجميع كونه اقترى ونضيباني حاجة للعشام ونضيباني حاجة أخرى والله تعييت مش تعرفوا هاد هاد الفيديو هادو فيم تمار والله تعرف فيم تمار لاحظت العوانز عمالي ولكن خصوا واحدة يكون متفرر رغم يكون شاعد الولاد يكون شاعده خدمة كما تعرفوا كان قراء دانية تتقرع وكان دياق تنجيبها او تاني ازدها بالزيوفة تخصني الراقب كل شيء كل شيء ندلو انا بوحدي وعدم إنهم ستبت أظل يقي enteredم ý شابه تيهون درات الولاد دراتหนي يا انتوا سوف ترغب finalmente أقوم بسرع اريد أن نقوم بيديو قبرا هل تجد لكي حال هذا؟ لا لا هنا هل تشتري بناتظارنا؟ مرحبا بكم لقد قلعتوها وصافة هل تنظروا بكا برافون تنخيصوا بحبونجة صبقة صغيرة وين بناتاً نصورت صورت لن تكون تنية عامرة هل نصور بحدي واحد ماكين هنا هايو حسيدة جايوة والنساء الكبار تجوا الكنيسة وكي يجي دير السفور هنا نحقش هنا بحدي قريبا هايو حدو مريحة فلاتيالا تتصور البرد لا نرى مرحبا هايو مرحبا ها هو منات المنظر اشوف الجبل واعرا تصراح واعرا تتلعوا البرد في الصفح باردة ويتم تتلعوا الناس يتبردوا من البرد صراحة ها البرد لم نتعني نصور بخاطر حق الله عشي عشي البرد ما خلاني صندوق تصويرها مقادة ولا فيديو مقادة البرد كيطير شوف الشجار شوف شفتو؟ مهم اذا ما هنال هنا تنسى ان الورد هنا كتسولتوني على القرايا بالنسبة للبناتلي بالنسبة للبناتلي سولتوني على القرايا على حسب اسميتهم على حسب بناتلي معمورهم قراو يبدوا من من ترسيرو بناتلي تعرفوا كيف هيا بالعربية ليس كذلك ويبدو كيف نتراح 56 حسنا على حسب الترسيرو بالنسبة للبناتلي يقدروا يبدو من هنا ترسيرو يقرأ يدرى وضعه وكادروا على المتحان ودروا على المتحان للجامعة سيكون صعيب وكادروا على مستخدم الجامعة و لا تقرأوا عاملها و بالنسبة لبنت اللي قرأتهم بكل سهولة فهنا سأخبركم عليكم تخافون جميعاً في التموانيات سوف تقوموا بمعنومات بعض المعنومات هنا تقوموا بقاسة كولتورة كيف تقرأ ؟ لابن يتعلمون لبنت هذه البلاسة اسمها قريباً عندما تقوموا بقاسة كولتورة و سوف تقوموا بقاسة كولتورة سوف يقولون لكم قاسة كولتورة أو قاسة حوينتور نفسهم حسب كل البلاسة و لكن هناك في قصة كولتورة يعني في سبيلات اللي بغير توقيته هنا و عو ثاني مثلا تقدرين تقرأ مثلا نحن في فيغابخة نقدرين في أي بلاسة تخصي فيغابخة أو برائب فيغابخة بالحسب نقرأ مثلا في كايوس هنا في إنساكنا لا نقرأ بأنه كان غير توقيت واحد مثلا في المورادي كان يمكن جوج توقيته يعني في الصباح و في العشية و في أوريغويلام كان ثلاثة توقيت كان في الصباح و وسط النهار و ديال الليل يعني صراحة كيهم بزاف عند قدروا تختاره و صافي بالنسبة للبنات اللي بغيروا يقرأوا في بلاسة اللي هما سكنين فيها يسولوا يقدروا يقرأوا توقيته كيهم بزاف ديالتوقيته يقدروا يكون غير توقيت واحد يعني على حسب كل واحد كنو كيناسبوه وبنسبة للورق ما يحتاجوا لتشي حاجة لبنات و كما قلت لكم عبتناك تبقى و كل بلاسة و عشنو أنا مثلا خلص في العام 30 أورو ما لك؟ يو صافي يوما الناس كنا ن 갖طل مني احنا قلت لكم البنات تخلصنا هنا 30 أورو مرة في العام 30 أورو يتصل لنا وها امر انوار قال لكم ات swarmي الكمرة هذا نجريح انوار جايبي اساك تلالي جايبوا بورفا قلت لكم البنات اسميتوا يعني.. هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أن tengok اصور لماذا نصور خليناي نهضر مع البنات يواصر في البنات هلتلكم كاين لا يشغل دعاً تقدروا تحرير ونقدروا التحرير فهو التواصل ونجدوا على المعلومات عن أي شيء تعمل شما أخبرتكم 30 أورو تشارك كتوبة كتوبة صراحة تجهدوا 80 أورو والماترية الاحتواء على حسابكم تشيروا دلطر واحد ولا تشيروا الوراق يعني كل ما يشير يعني الصراحة ما كيكلفش بزاف وبنسبة لبنات اللي قرأته هنا يا غادي يجيكم شوية ساهل ولكن ما عمركم قرأته هنا غادي يجيكم شوية صعبي شوية ماشي بزاف صراحة من لعططو وقته هذا النهار كهضرنا المعلم على واحد بنت جزائرية هذه كان نهار فاشقر لنا قالينا ما عمرها قرأت هنا في اسبانيا وما كانتش عندها اللغة ولكن ما عملت لكم هذا الموضوع في الفلوغ مهم ملخص هو أنه السيدة يعني في آخر السنة جابتين الصورة يسالين في كل شيء يعني جاحت كل شيء بنقطة عالية لهذا كان ندعمه وكي يقولنا بهذا الشيء اللي يبغى أراه غادي يوصل يعني اللي يبغى شيء حاجة غادي يوصل لهذا ما ترددوش واختكن مع عمركم قرأته السبريونية غير مشي ويعني لكتوكات بشي وديم وما كانت بطلوش أورا الأساتيذة يعاونوا بزب زب 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 وضروري من الحفاظه في الدار بحل أي حاجة يعني ضروري من الإنسان يتعب بشي يوصل ذلك الشيء اللي يبغى لهذا أنا مشيتو وحفظته مزيان وتبعتو ذلك الشيء كي يقول لكم معلي ما هاتيش تلفو تقدر مثلا جيكم بعض المواد صعابين شوية ولكن هما كيساعدوكم هما بحل مثلا الفيزياء مثلا الكيمياء مثلا عرف ما عرف ما هو الترجع مدينو من فيزيكا كيميكا مثلا ما تخلاص عددك نقراه في جميع الدول يعني بطريقة واحدة يعني كندل ما تلقوش فيه مشكلة البنات القريجيو في المغرب وصافي يعني في كاستيانو تفضلوا تلقوش بيه لأنه كاستيانو ماشي يعني معمرنا معمركم قريتو البنات القريجيو في المغرب كما المواد اخرين في السوسياليس يعني اللي هي أكثر هذا العامة أنا غادي نقراه غير إيستوريا يعني التاريخ وذلك الشيء لهذا أخص الحفاظه غير الحفاظه والواحد يعطيه وقته ومن شاء الله تنجحوا وتمشيوا يعني البنات أنا كنسجعكم من بتو تقرأوا والله إلا سولوا وصيروا قراءة على الأقل شدوا غرادوا ديالكم بيتتكملوا قراءة هيا ديكم بتوش ديروا ديبلوم كان بعض ديبلومات كتديروهم كي خلصوكم عليهم يعني معلش أني أنا أخبر على هذا الشيء تقريبا لأنني باقي ما مكملش غرادوا ديو باش نسول ولكن أكيد لك أنت عندين شيء انفرماسيون أني غادي نشاركها معاكم لهذا انتم ما ديروا غرادوا ديالكم من بعد تديروا شيء موديولو وما عشانو كيقولوا ليه مثلا غرادو ميديو يمكن سي غرادو ميديو وكي خلصوكم عليه فلوس باش تقراهم مع أقل شحالو ولكن سي كينات كتر من ألف أورو عابتاني قلت لي واحد صاحبتي كين واحد واش موديولو هو وما عشانو ديال هاتش ديال الديزاين وبركي أنا كان فكر نديش حاجية ديزايني لكن إلا بقت عندي هاتش فراسي كان فكر نديل هاتش ديال الديزاين وهاتش قلت ليه كيعطوك حتى البيكة من خمسالة يمكن حتى الستلاف ورع لحسب الظروف ديالك يعطوك هذيك البيكة باش يساعدوك بيها باش تقرا هذيك العامين ديال الديزاين ولكن ممكن يقبلوش الناس بزاك يقبلو عدد محدود من الناس ولكن زعم الإنساني ديال اللي يعليه هو الباقي على الله سبحانه وتعالي اللي كان عندكم مش هدف الحياة بيتو تقرأوا بيتو غير دخلوا باش تسمى ويعني مش تسمى باش تحسوا بانكم رقريتو ورقم عارفين رقم فاهمين مثلا تعرفوا الاستورية ديال اسبانيا تعرفوه مش حام بحاجة تستفدو منها وهاتش يساعدكم حتى انكم كتلقو مع الناس يعني تعلموه حتى اللغة تلقو مع الناس لادو اسقطوا هذي العام تقدروا تنجحوا العام الجاي يعني ماشا مضررى تقدروا تنجحوا في عام واحد سينو وتقدروا تنجحوا حتى عامين وثلاث سنين مثلا هذي العام اللي سقطت ماتن انجحت خمسات المواد تقدروا تنجحوا من العام الجاي يعني اما كان مشوش اللي كزعمها بان منطورة لا اسينو كتلقو نجحت كبقى لك من ناجح ومن العام الجاي نقدر نقرى دكتلات المواد عبتاني كينو واحد اوبصيون عنين شهر واحد نقدر ندير امتحانة المادة اللي نجحتها ينقصوها اليوم مثلا نجحت المط يحيلوا اليد العام قشني في الساعة دي المط لحقاش عندي ناجحة وكيكون شهر واحد وكيكون شهر ستة مثلا مثلا شهر واحد ما نجحت اشترا ماتحان هذا تسمى تسمحوا ليه ليس بروباد اكسيسو سنو بروباس لبريس يعني كتدروا ماتحانة نجحتهم ومصافينتوا معدكم قرادواد وليلكم يعني بنسبة الناس اللي اللي خرجوا قرادواد وخصوهم مغيشوية مراجعة مراغدية غدينشحوا اكيد لهذا نفشر واحد غدينشو غنقول لكم دكتسعة واش نجحت شهر مواد وإلا مثلا نقع كملت العام وصلة شهر ستة ومننجحتوا بقاطية شهر مادة او شي جوجو نجحت شهر مواد ونجحت شهر مواد ونجحت شهر مواد كنت نقص بي ما عرفت شوش شرحت لكم بزيان كانت تمنى نكون شرحت لكم بزيان وصافي مهم هذا هو السؤال اللي سولتوني يعني كنت تهتموا به بسفة تعالق للفلوغات لهذا اللي بغيتتوني تسولوني شي حاجة مرحبا والف مرحبا لانقدر غدينجاوبكم اكيد على راسعيني كما انتم تدعموني كنتبغيوني وانا ان شاء الله سنحاول دائما نعطيكم ذلك نقولوا فيه اللي بغيتو يعني ما يخصش الاحترام وصافي نتناقشوا اي مواضع بغيتوها يعني كما قلت لكم مش ديالي بياناك كاملين وصافي يا بناتنا خليكمش نشوفيك ما نقدر ناخد نشت صويرا يلزق البر ونهبط نمشي في حالي يالله من قادر المسائي اللي باقي ليا قادم زيان ماذا بوزي كنزوين سي بعض ما حال فيك وشتيكو بيدان ما عدش نو قيسك فيه ماذا؟ 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 يالله سريعا تساعد بنات الدوش كما قلت لكم اليوم ضرب تمارا مع هذا الفيديو للتنسيقات المهمة نحط لكم دابر سوف يكون دابر في القناة هذا الفيديو للتنسيقات سوف تشوفوا فيه كما قلت لكم في هذا الفلوغ ان شاء الله سوف نشارك معكم نشارك معكم البرودويات اي حاجة كما قلت لكم ان يتسبق في الفلوغ على القراية اي حاجة ان شاء الله نشاركها معكم بعض البنات يقول لكم يبغي التنسيقات سوف ننحط نسيقات ما سوف تتخبرونه لذلك كلي كيستفد من هذا الشيء و كلي كيستفد من دك الشيء ان شاء الله نحترمه كل شيء و إذا كنت تفرج فيه اذا كنت بجوء في المقل تبقى عن تنسيقات نحو تنسيقات تبقى أن تفرج فيه و يبقى أن تضيف و يستخدم و يوف ننفسه يعني نفس كيم ما كنتش حال هذا ما تقديش من الصلاة ما تقديش من صلاة ما تقديش من الهاتف و كيم ما كنت قبل يعني هذا الفلوغ لا أطرده أو لا تشيء بالعكس في نفس الوقت في حال هذا الفلوك يضف أن أشارك معكم بأي بروديوه استعملتم سمحوا لي بحرق الكثير من الفرها مثلا المستعملت اليوم أورايه نحاول أي من دائما نشارك معكم شي بروديوه مثلا اليوم قدرت للدوش دياليب دبنات هذا البناء هذا البناء لا يمكن جاني غالي لأنه يوجد 200 مل و لكن الريحة زوينة و فيها الحبيبات يوجد بحل القومة و يوجد الريحة تبقى في الجسم دكشي و نحاول عليه كل مرة نجعله نسبات مرة في السمانة و نستعمل الاخرين الرخص و هذا نجعله مرة في السمانة و سوف نستعمله و نستعمله و سوف نستعمله و يبقى يضع مرة و لك و لا أشريكم بشكل مرة و لا اشري 5 أورو و لكن كان اشري واحد للاجوش و اخرين كل شيء خاص و نجعلهم لمناسبات و لا مرة مرة في السمانة و الله يُنهار على نهار لاني خمسة ارون لها استعملتي يوميا تقريبا هاد القرعان سليها نفسي ما نملك جو سيمانة ماكسيمو لهذا ما كنستعمله بصراحة كنقطص دخوتاتي يعني هنقول لكم وصاف كما قلت لكم وهذا دبار اني كان اراني غاني نتسالي لحقاش غايف ووفا ونقول لي فتعلق وش انجوم اكديروا هاد القادية ديلة القرعان على البرودكتوس لكي يكونوا غالي يوم اندوزوا هادا البنت افروشي وكما قلت لكم وانتبق لي وقلت لكم التعمل دياله وهنا ايه هاد المنتج هادا باش كتسولوني باش كنحيد صبغ لي لطفر كنحيده هادا على البنت وهذا غادي تتلقاه فتدروني دايلة غير اورو خمسة وتسانية دايلة غير ارائك اتخذيت واحدة من الكيكوب يمكن جايل صبعة اورو يمكن ونفس النفس كيحيد بنفس يعني بحل نفس السرعة هذا كتدير صبعك الداخل كتحيده كيف اجدير صبعك وصاف كحيد لقاس صبغة اللي عندك عشي بكل سهولة يعني كتدور صبعك بحلاك وصافي سالينا مثلا بحلاك كتدير بحلاك وكحيد صبغة ديالطفر ما كيخليش هادا ما ما نقدرش نوريكم ولا كنسي وكيف ما قلت لكم هادا بحاله بحال دير كيكو دير كيكو دير كما قلت لكم غالي وهذا رخيز زرغج اورو تقدروا تقوى بمحلات فخرين ولكن انا كنا اخذ دابة غير من دروني لهذا انتم ما شوفوا الاسم دياله لو تدروا لي هادا ديروا اللي سكرين وحاجة اخرى سؤولة لأحد البنت هو هادا صبغة ديالطفر انا حاليا كنستعمل هادا لامارك عشي داني كنت حركني كنستعمل هادا لامارك هادا كاتريس هادا كنستعمل تقريبا مؤخرا ديالصبغة ديالطفر لانها صراحة لابنت زوينة وكيف قوي يعني كيه لمعه وبنسبة لبقيتهم يدوم وكيف يدوم صبغة يعني مقارنتها مع الاخرين غيهم مرهة ديالين ثلاثة أورو خمسة وتسعين يعني شوية غاليون ولكن ما تلانا هادو واخد هادا لون دير بحل معركة نبوليكم حال نيود ووحدة بالحمر تعجبوني بحلها كان هادا على نهار على نهار وكين الحمر كان خليه مناسبة او كنت تعجبني مك يعجبني انكسرعني هادا لون هادو كندير ذاك اللون مهيم هلا حاسبوا هادا لابنت الاسم ديال اللون سبا وعشرين لانا ديالغري هانتم ما شفتوه ادوال اسم ديالغري هلا حتى قاموا بحلها يفتحوني واندوزة البنت المنتج الاخر وهو ابنت هذا الشامبو مش مؤخرا صراحة انكم استعملوه عجبني بزد كانت اخذيته من دروني كان لوجوجه ديالين مباركة ثلاثة أورو أو مباركة أورو مهم هذا البنتره الشعر العادي و لكن يوجد بحلقة مثلا انكم انا ملتقى فيه شلون وكيبان نزع ما باهت وكيبان غير متغذي كيبان هذه الشامبو كيبان يجعل هذه الشيء هنا كنت مكتبت له فيه لا يوجد برابين ولكن لا يوجد برابين ولا يوجد سيليكون الصراحة المكونات لم تردوا فيه ما يعملون وكن هنا مكتبون بأنه يدعم 100% ناتورال ولا يعرفون لا يوجد برابين وكن هناك أكثر من مكونات ولكن هناك الكبير من السيليكون سيليكون هنا صراحة ما كان عمش بزيف هاده هاد المقوينات ولكن انا اخذيته الان سالوليه كان نعقص صراحة باش نعقص وليه كان اخذ من الامازون كان صراحة غزاني وواعي غفيت لي وشوريتهم لكم في المنتجة السالوليه ونوريهم لكم شاء الله في المنتجة السالوليه كل سالوليه دابا لهم باقي عندي خصنين لكم فيديو المهم لي نختصر هاد فيديو هاد شامبون البنت تيموتي اول ما رغنجربوه كنت قلت لهم بنتي بانوزوين اولا ميكتر حالا نستعمل هادوك ما فيه ملاسي لها برابين وانا نقول نانت ناولي هادوك وما اندي وقت باقي ندل لكوموندو وانا اخذ من داروين مصر شعري واطريت ان اخذ هذا نجربوه وصراحة عجبني عفتير بنتك يخلي شعر واعل 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 يخلي الريحة تحمق لان كنت قلت تحمق صراحة يخلي الريحة في الشعر ولكن هذا السي يخلي الريحة يخلي الريحة تحمق ووانا نصري وانا نشاهده وانا نظر كيف يبري وانا تتزبعون في نظرة اعجبني بذلك بعدها كبداية اعجبني ولكن أما عرفش ان لا يعرفش لما لا يوجد المعرفة مقارنة مع الشامبوس خرين هذا هو المنتج للبنت وكما كنت لكم هاته الموتيرة تقدروا تلقاه في دروني تلقاه في جميع سوبر مارشي مثلا في كاريفور وهذا الخديث كما كنت لكم خاص بالشعر اللي هو ديبل وأباغاظو وآخر منتج اللي استعملت اليوم ماشي زعمة ماشي زعمة وردتكم قاعدة استعملت اليوم ولكن هادو زعمة اللي قلتغاني ورديهم لكم حقاش قدروا تكونوا مهتمين وإذن كنت شاركتها معكم ايه حالة تكون تمتغيصه ايه جلدوش ديولم لم نعرف ايه جلدوش ديولم لا اعرف ماذا كنت يعرض هاته ليس قويات سيارة لذي ولكن عندب دوش ايه مهم لكن رغض ايه جلدوش مره مهم هاد الكريمة فيها رحة المانج والني اخذ جلدوش ديولم وغورك وخمق والكريم صراحة تصيب ديول هاته يعني ما بيه وليس وسيقا تصيب حمي يرطب نيس ولكن سيك ترتب الجسم يعني في نهارها فيش كتديري في المراد وشدك شيك تخليك الجسم دي لك رتطب وزوينة وريحتك تحمق الريحة كتبقى يعني ديك النهار اللي كتديري فيها كتبقى في الجسم ديالك يعني اكيد لما طيبتيش وعرقتي وهذا مثلا ندوشتي ونعستي ولا دوشتي وتكيتي ما ترتيش حاجة كتبقى ديك الريحة صراحة زوينة في الجسم فريش وهذا البنت كان نظل لك 8 يالو 5 أورو وش 5 أورو هو جدوش ولا 5 أورو بوحدها ما عقلش يني هاد القرية ما عقلش صراحة البنت وصافي البنت هذا هو الفيديو ولهذا هو الفلوغ دياليوم كما قلت لكم في هاد الفلوغة القديمة نهضر لكم على منتاجات غامل فنهضر لكم على تجاريب عشتهم مثلا في هادك النهار شي حاجة وقعت لي في ديك النهار مثلا تقدر تفيد كومنتو ما نقولها لكم يعني مهم غاديكون كما قلت لكم هاد الفلوغات هادو الهضراء البلابلا نعاود لكم وتعاودوا لي في التعاليق وغاديين بحال هكاك لكي يعجبوا هاد السيلم فيديوهات مرحبا انا مداينا هاد الشعر حسب ببنات لكي يعجبوهم ومباش كما قلت لكم تعرفوا عليهم تعرف عليهم كتر والبلاس اللي ما كيعجبكم شكي ما كتلكم مرتاحوا لانكم غا توقعوا ويتلقاوا لنفس الفيديوهات اللي كانوا قبل دايما غا يكونوا في القناة ودايما غايت حتى في القناة كي بما كان قبل غايتزادوا هادو الناس اللي كيبغيوهم وصافي يوا يلا سترحوا على اخير وتهلوا في رأسكم تنتلقى في فيديو جاي ان شاء الله